التلفزيون الأعربي أحمد دراوشة وأسألك أحمد بداية هل تأكدت الأنباء عن عودة طائرة رئيس الموساد إلى إسرائيل من روما وهل من معلومات إضافية أيضا حول الموقف الإسرائيلي فيما يتعلق بهذه المفاوضات والمباحثات في روما جمال طائرة رئيس الموساد عادت من روما بحسب ما تنقل صحيفة هارتس عن مواقع تعقب الطائرات إن خلال الساعتين المقبلتين سيبدأ اجتماع للكبريت الأمني والسياسي الإسرائيلي وعارة ما تعمم إسرائيل رئاسة الوزراء الإسرائيلية صورا من هذا الاجتماع إن كان رئيس الموساد في هذا الاجتماع هذا يعني أنه عاد على متن الطائرة التي غادرت روما وإن لم يكن في الاجتماع فقد يشير هذا إلى أن الطائرة غادرت من دون رئيس الموساد وهذا عارة ما لا يحدث بصورة كبيرة جدا عارة طائرة رئيس الموساد تنتظره إلى ريث ما ينتهي من مباحثاته خصوصا إن كانت التقديرات بأن هذه المباحثات ستنتظر أو ستقتصر على يوم واحد أو حتى لفترة وجيزة فعارة ما تنتظره من غير الواضح طبيعة المفاوضات التي حرفت في روما اليوم عارة ما كانت هذه المفاوضات ليس من أجل التسليم لا يذهب رئيس الموساد إلى هذا الاجتماع رفيع المستوى من أجل أن يسلم الوسطاء والولايات المتحدة الرد الإسرائيلي طريقة تسليم الرد تكون بطريقة مختلفة مفاوضات من هذا النوع تكون من أجل خوض مناقشات ومفاوضات جدية تتعلق إما بالإطار العام للصفقة وإما بمحاولة لكسر الجريد للانطلاق فيها الصفقة ضبابية كبيرة جدا وتعتين كبير في إسرائيل حول هذا الأمر خصوصا أن وسائل الإعلام الإسرائيلية منشغلة بشكل كبير جدا باجتماع الكبيرة الأمني والسياسي الإسرائيلي عند الساعة السارسة بعد نحو ساعتين من الآن لبحث ما تقول إسرائيل إنه رد على ما تزعم أنه هجوم لحزب الله اللبناني على مجد الشمس تفاصيل شحيحة للغاية لا نعرف إلا ما ورد في الإعلام الإسرائيلي إلى ما قبل ما حرث في مجد الشمس وكان آخر ما نشر في إسرائيل هو تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو على بند لتفتيش العائدين المهجرين الفلسطينيين العائدين إلى منازلهم شمالي القطاع لا يوجد أي تعليق منذ ذلك وهل توجد مواقف بشأن هذا التعديل الذي يصر عليه نتنياهو أحمد هل يجد موافقة من بقية المسؤولين في الحكومة نتنياهو لا يزال يصر عبر هذه الخطوات أو الإجراءات التي يتخذها على عرقلة التوصل لأي صفقة كما يقول معارضوه صحيح وهناك جملة من الردود الأفعال في إسرائيل ليس فقط معارضوه بن يمين نتنياهو هم من يتهمونه بأنه يريد تفجير المفاوضات إنما قادت الأجهزة الأمنية في إسرائيل وهذا أمر خطير بحسب تسريبات وسائل إعلام إسرائيلية بحسب ما تنكل هذه الوسائل عن قارة الأجهزة الأمنية حتى ولو لم يكن هذا الشرط يؤدي إلى تفجير المفاوضات ولأن حركة حماس تصر على عدم التدخل لإحتلال الإسرائيلي في مسألة عودة المهجرين الفلسطينيين إلى الشمال وتصر على أن يعود الجميع باتجاه الشمال كانت هناك حلول وسط اقترحها لإحتلال الإسرائيلي منها عودة المسنين والنساء والأطفال لكن ليس عودة الشبان إلى شمالي القطاع لكن من الواضح أن حركة حماس وأن الفلسطينيين بشكل عام لا يريدون أن يفتحوا هذا الباب وبالتالي على إثر ما حدث في النكبة عام 48 وما حدث لاحقا في عام 67 لا يريد الفلسطينيون تكرار النكبة وتكرار حالة النزوح هذه المرة بشكل أكبر بكثير في قطاع غزة إذا كول الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حتى ولو لم تعارض حركة حماس هذا الأمر فبالتالي إيجاد آلية لتطبيق هذا الأمر لتفتيش الفلسطينيين العائدين إلى الشمام مهما كانت هذه الآلية فتطوير هذه الآلية ومن ثم تطبيق هذه الآلية على الأرض سيستغرق وقتا طويلا جدا أشهر بحسب تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وفي هذا الوقت يكون الأسرة والمحتجزون الإسرائيليون قد خسلوا حياتهم قد ماتوا في قطاع غزة بحسب تلميحات لقارة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالتالي ما يطرحه بن يمين نتنياهو غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع حتى بحسب ما تكون الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لوسائل إعلام الإسرائيلية كانت هناك أفكار أخرى جمال منها وجود كوات عربية داخل قطاع غزة أو دولية لتفتيش المهجرين الفلسطينيين لكن أيضا بحسب صحفيين إسرائيليين لا توجد أي دولة وافقت على القيام بهذا الأمر أحمد الدراوشي من القدس شكرا لك أحمد